اشتركوا في القناة وخلال الاجتماع أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء استمرار الحكومة في اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تكفل الحفاظ على الأمن والاستقرار وسد أي تثغرة من الممكن أن تكون مدخلا للتدخلات الخارجية أو مساهما في تقويض الأمن مشددا سموه بأن أي إجراءات تنظيمية يتم اتخاذها لضمان الالتزام المؤسسي والفردي بالقوانين والأنظمة والمسار الوطني في العمل السياسي وعدم الخروج عليهما من حق الدولة فلا توجد دولة في العالم تسمح بأن يتم إرهاب شعبها أو تعكير صف أمنها واستقرارها وأنما تتخذه البحرين من إجراءات في هذا الصدد جاءت لحماية هذا الشعب وحفظ الوطن من الانجرار في غياه بالفتنة والانقسام وخلال اجتماع سموه بنواب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزير شؤون الإعلام وعدد من المسؤولين بالمملكة وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أهمية التحرك بوتيرة أسرع لمواجهة قوة تبعية للمرجعية السياسية والدينية الخارجية وكذلك الداعمين للإرهاب ومن يبث الكراهية والتطرف أو من يعمل على الخروج عن حكم القانون ويشوه الواقع الحقوقي والديمقراطي المتطور في مملكة البحرين ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى التنسيق الإقليمي والدولي لمكافحة خطر التطرف والإرهاب الذي تتعرض له مملكة البحرين وأثره على أمنها الوطني وعلى المنطقة بأكملها مؤكدا سموه بأن مملكة البحرين لن تكون معبرا لأي خطر على دول الخليج العربية الشقيقة بل هي الحصن الحصين الذي يقف قبالة قوى الإرهاب والتطرف فلا مكان اليوم لأنصاف الحلول والأمن الوطني لا مساومة عليه ولا تفريط فيه ومن حقنا كما من حق أي دولة اتخاذ ما نراه مناسبا لحفظ أمننا واستقرارنا كما أنه من حق الشعب على الدولة أن يأمن على نفسه وممتلكاته ومستقبل أبنائه جميعا ترجمة نانسي قنقر